السلام عليكم وتابعين الكرام يا رب تكونوا بخير وسلام النهاردة ان شاء الله هامل معكم وده اللي شايفينه قدامكم اتمنى الفيديو نول اعجابكم اتمنى لكم شاهدة ممتعة اسا اللي بدتها اعمله لمقاس خمس سنين كمية القماش اللي احتاجها هيكون عند متر الا ربع من القماش يعني 75 سنتي العرض عرضين دي القماش اللي انا هستخدمه قماش لكرة قطن في الموديلات اللي ما فاش مرد من الامام ومن الخلف بحب استخدم الخامل لكرة وخصوصا الخامل لكرة اللي انا باستخدمها دي قطن فهتكون مريحة في اللبس ومريحة جدا في الاستخدام كمية القماش زي ما اتفقنا متر الا ربع لسن خمس سنين بس المقاس اللي انا هشغل عليه ده البنت رفيعة لنا باش اللي انا هفصل لها دي رفيعة شوية انما لو مقاس اكبر من كده طبعا كمية القماش هتزيدي فضل نتجيب متر من القماش عندي محيط الصدر 58 سنت اضيف له 6 سنتيمتر للرحة يبقى 64 سنتي عندي محيط اكبر حجم 60 سنت اضيف له 6 سنتيمتر للرحة يبقى 66 سنتي محيط الوسطى عمله بنفس مقاس الصدر دلوقتي هياخد مقدار البنطلون هياخد مقدار البنطلون الاول عندي طول البنطلون 60 سنتي هاخد طول 60 سنتي والعرض هاخد دوران اكبر حجم 66 سنتي وهضف له في حدود 25 سنتي مقدار الحاجر او عرض الحاجر امام وخلف يعني هيبقى في حدود 91 سنتي فهاخد 91 سنتي عرض و60 سنتي طول هقص المقدار او كمية القماش للبنطلون وهنجي نشوف هنعمله ازاي كده يكون قصية كمية القماش للبنطلون العرض ده زي ما قلتلكوا 91 سنتي او 92 سنتي هتني القماش بالشكل ده كده بعد متنية القماش على اتنين هتني مرة يبحث ان القماش يكون متنع على اربعة ده كده نص عرض القماش 46 سنتي هتني بالطريقة دي بحيث ان يكون الامام اللي من فوق ده اقل من الخلف اللي من فوق ده هيكون الامام واللي من تحت الزيت ده هيكون الخلف شايفين ده كده الامام وده الخلف الجنب انا مش هعمل فيه اي قصات هخليه مقفول بالشكل ده انما لو حابين يكون فيه قصات وفيه خياطة ما فيه مشكلها تضيف زيادة الخياطة العرض ده عرض الامام هيكون ربع محيط اكبر حجم 16 ونص واضيف 4 سنتي مقدار الحجر او عرض الحجر الخلف هيزيد عن الامام 4 سنتي لان الحجر في الخلف هيكون مقدار الامام والريتن او ضعف الامام عندي في الامام الحجر عرض 4 سنتي في الخلف هيكون 8 سنتي هعمل 3 سنتي بالشكل ده دولة من فوق هسيبهم بالطريقة دي علشان ده هيكون مقدار الحجر في الخلف في الطول عندي طول الحجر 20 سنتي طول الحجر 20 سنتي من بعد 3 سنتي عرض الحجر 4 سنتي انا بشغل اطفال عرض الحجر عندي 4 سنتي وعندي ربع محيط اكبر حجم 16 ونص طبعا انا واخدل مقاسات بالزبط في طالع معاي مزبوطة 16 ونص و 4 سنتي يعني 20 ونص و 1 سنتي مقدار الخياطة ده كده في الامام ده كده عرض الحجر في الامام وده ربع محيط اكبر حجم طبعا زي ما قلتلكه في الجنب انا مش هعمل اي خياطات ولا قصات هخليه مقفول بالشكل ده الحجر في الخلف هضيف 4 سنتي كمان يعني هيكون كده 8 سنتي 4 سنتي بالشكل ده ده كده الخلف هعمل دوران الحجر في الامام بعدين هيقيس 4 سنتي مقدار الحجر في الخلف طبعا كده الخلف هيبقى مقدار الحجر 8 سنتي وسع الرجل علشان هركب فيها أستك فخليها وسع شوية يعني هدخل في حدود 5 او 6 سنتي بالطريقة دي وهعمل وسع الرجل كده وسع الرجل هيكون في حدود 15 سنتي وهوصلها بطول الرجل من جوه وسع الرجل في الخلف هقيس الاربع سنتي اللي انا اخدتهم مقدار الحجر بالشكل ده هقيسهم بطول الرجل يعني من بعد وسع الرجل في الامام هقيس الاربع سنتي بالشكل ده وده اللي هيفرق رجل الامام عن رجل الخلف هاقص الامام الاول هرفع القماش بالشكل ده علشان هاقص الامام بعدين هاقص الخلف هاقص دورا الحجر في الامام عندي طول البنطلون 60 سنتي طبعا 60 سنتي وضيفة زيادة الاسك 2 سنتي و 3 سنتي من فوقها يبقى 65 سنتي طول القماش كله كده بعد ما قصيت الحجر في الامام هاقص دوران الحجر في الخلف هعمل دوران الحجر على بعد 2 سنتي بالشكل ده من الامام يعني هيزيد 2 سنتي عن الامام طول الحجر في الامام هنقص منه 3 سنتي بالشكل ده شايفين 3 سنتي اللي انا زوتهم هنقصهم من الامام هاقص بحيث ان اطلع الفوق على الجنب عند الجنب هيكون 1 سنتي بس وهزوتهم في الخلف بالطريقة دي كده الحجر في الخلف هيكون زيادة في الطول وزيادة في العرض شايفين فرق بين الامام والخلف في الطول وفي العرض كده هكون قصيت البنطلون دلوقتي هعمل الصدر ده لو ماشي اللي فاض معي ده كده الطول هتنيب الطريقة دي لما تنيب الشكل ده هتدين طول الصدر بعدين هتني مرتاني بحيث ان يكون متني على اربعة علشان هعمل امامه الخلف مع بعض كده مقدار الصدر الطول والعرض امامه خلف عندي ربع محيط الصدر 16 سنتي وهضف له 2 سنتي مقدار الخيطة يبقى 18 سنتي الاماش هيكون متن على اربعة كده مقدار الاماش للصدر امامه خلف البيئ ده هعمله الكم ده كده عرض الكمين القماش هيكون متني بالشكل ده علشان عندي كمين بعدين هتني القماش مرة تانية عرض الكم هيكون 30 سنتي مفروض و 15 سنتي متني بالشكل ده طول الكم هيكون 15 سنتي طبعا طول الكم على حسب زوجك وعلى حسب رغبتك هتقدر تطول فيه او تخليه اقصر من كده هامل القماش على الظهر او على القلب علشان بس يظهر من الصدر اللي محطهم على بعض عرض الكم وهو مفروض هيكون 30 سنتي وهو متني بالشكل ده في الطول هيكون 9 سنتي 9 سنتي برضو بزيادات الخيطة اما هعمله مدور او هعمله بالمسترة يعني مش هتفرق بس انا بحب اعمله مدور زي دوران القبط كده بعد ما عملت دوران القبط هفرد الصدر بعد ما فردت الصدر في شكل ده هجيب الخلف او الامام يعني هما الاتنين بنفس المقسات هجيب طبقة بالشكل ده وهركب عليها الكم ده هيكون شكله هجيب الكم شايفين هحط دوران القبط على دوران القبط ده كده الوش على الوش هحطهم بالشكل ده وهخيط والنحية التانية برضو حطها بالطريقة ده وهخيط وهعمل سرفلة كده بعد ما خيطت القبط وعملت له سرفلة هخيطه برضو من الناحية التانية في الصدر في الخلف او في الامام يعني هم هالاتنين شبه بعض هخيط بنفس الطريقة هركب دوران القبط على القبط بالشكل ده وبرضو هخيط وهها من سرفلة وهنجي نشوفها نكمل ازاي هجيب البنطلون ده كده البنطلون هقفله واخيطه من جوه هخيط البنطلون من جوه بالشكل ده كده البنطلون بعد ما خيطته وعملت له سرفلة هجي اقفل الحجر هجيب احط الامام على الامام بالشكل ده هحطهم على بعض بالطريقة دي وهخيط وهعمل سرفلة كده الصدر بعد مركبتي فيه الاكمام من عند دوران القبط وعملت له سرفلة هجي اقفله من الجنب اس اللي بدت شغلها سهل جدا جدا وجميلة جدا في اللبس هخيطها وهعمل لها سرفلة كده بعد ما خيطت الجنب وعملت سرفلة هجي على دوران الرقبة واتني هعمل تاني بالشكل ده التاني ده هيكون عرضه في حدود اتنين سنتي وهخلي مسافة اتنين سنت من غير خيطة بالشكل ده علشان ادخل فيهم الاستيك الكم هتنيه وهدخل فيه الاستيك برضو او هعمل الاستيك بمقاس الدراع وهقفله وبعدين ادخله جوه الكم واتني عليه ده البنطلون الرجل برضو هعمل الاستيك وقفله وادخله جوه الرجل وبعدين اتني عليه بالشكل ده التاني هيكون في حدود اتنين سنتي كده بعد ما ركبت الاستيك في الكم وركبت الاستيك في دوران الرقبة ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم تركيب الاستيك بالتفصيل ده كده البنطلون وده القسك في رجل البنطلون بعدين هركب الصدر في البنطلون بس في الاول هاخد علامات النص في الصدر بالشكل ده او في الوسط ده كده الوسط هاجي على علامة النص في البنطلون وهركبها على علامة النص في الوسط بالشكل ده وهعملها هسبتها بالقبر هسبتها من الجن بعد ما سبتها بالشكل ده هخيطها وهعملها سرفلة كده بعد ما خيطت صدر السلوبيتة في البنطلون وعملت له سرفلة هاجي أركب الأسك شايفين الأسك هركبه في زيادة الخياطة بالطريقة دي شايفين هركبه بالشكل ده وهشده شد خفيف خرص بحيث ان يكون قد الوسط بالزبط ما يكونش مشدود قوي كده السلوبيتة بعد ما ركبت الأسك وكده تكون خلصة ده كده الأمام طبعا بعرف الأمام من البنطلون ده الأسك بجد شكلها جميل جدا تحفة علشان أميز الأمام عن الخلف هركب الوردات دي في الأمام هركبهم بالشكل ده طبعا من قدامها تزينها زي ما انت عايز على حسب زوئك وهنشوفها في اللبس ده شكل السلوبيتة في اللبس شكلها جميل جدا تحفة بجد شكلها حكاية جميلة جدا مقاس خمس سنين بس طبعا زي ما شايفين البنت رفيعة شوية ده شكلها من الخلف الوردات دي اللي من قدام أنا سبتها بالإبرة والخيط وده كان الفيديو بتاع النهاردة أتمنى أن يكوني لإعجابك وأتمنى أن تكون تريد سهلة وكني قدرت أوصل لكم المعلومة بسهولة اشتركوا في القناة